اشتركوا في القناة رغم الارتفاح في سعر اونصة الذهب العالمية الى مستويات تجاوزت 1723 دولار للاونصة مقابل 1705 دولارات في نهاية تعاملات الاسبوع المنقدي وارجعت شعبة الذهب الهبوط الملحوص في الاسعار خلال تدولات اليوم الى عوامل العرض والطلب في السوق المصري لكنها توقعت ان انعكس السعر العالمي للذهب على الاسعار في مصر خلال الساعات القادمة في حالة استمرار الصعود الكبير في سعر اونصة الذهب التي تجاوزت مستوياتها الان 1723 دولار اما عن تفاصيل اسعار الذهب في السوق المصري فقد سجل جرام الذهب عيار 21 هو الاكثر تداولا في السوق 980 جنيها للجرام وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 ما قيمته 840 جنيها الان وسجل جرام الذهب من عيار 24 سعر 1120 جنيها للجرام في حين بلغ سعر الجنيها الذهب 7 840 جنيها وهذه الاسعار لا تشمل ما يسمى المصنعية والرسوم الاخرى التي يفرضها الطجار والشركات المنتجة للذهب اما عن اسعار الذهب في البورسة العالمية فقد سجلت صعود ملقوص في مستهل تعاملات اليوم مع فتح التداول على المعدن الاصفر مجددا بعد الاجازة الاسبوعية لسوق الذهب والتي تكون يومي السبت والاحد من كل اسبوع وبدت الاونصف التعافي مع التراجعات الكبيرة التي سجلتها نهاية الاسبوع الماضي بفعل قوة الدولار وارتفاع عائد السندات الامريكية ويأتي تعافي اسعار الذهب في البورسات العالمية الى مستوية 1723 دولار بسبب انخفاض الدولار وتراجع المتسمرون عن التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لرفع قريب لأسعار الفائدة لمستويات تتجاوز 100 نقطة أساس أي 1% خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وإلى ملف آخر وملف العملات فقد شهدت أسعار العملات بالسوق المصري تباين ملحوظ بتعاملات اليوم أمام الجنيه حيث سجل سعر الدولار الامريكي في البنك المركزي 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه في التدولات اليوم وفي البنك الأهلي بلغ سعر الدولار الان 18.85 و18.91 وبلغ سعر اليوم في تعاملات اليوم 18.99 و19.24 الان وقت القاء هذه النشرة في حين سجلت أسعار الجنيه الاسترليني في مستويات 22.6 و30 قرش للشراء و22.67 قرش كسعر للبيع في التدولات الفورية اليوم أما عن أسعار العملات العربية فقد سجلت استقرار ملحوظ أمام الجنيه أي سجل الريال السعودي 5 جنيهات فاصل قرشايل للشراء و5 جنيهات فاصل 3 قروش للبيع وقت القاء هذه النشرة وسجل سعر الدرهم الاماراتي الآن 5 جنيهات فاصل جنيه واحد للشراء و5 جنيهات فاصل 3 قروش للبيع وقت القاء هذه النشرة وسجل الدينار الكويتي 58.95 جنيه للشراء و61 جنيه فاصل 45 قرش للبيع في التدولات الآن وأخيرا مع البورصة المصرية التي أنهت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية في الجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء كبيرة من المتعاملين المصريين والعرب وربح رأس المال السوقي للبورصة 6.2 مليون جنيه اللي يغلق عند مستوى 602 مليار جنيه دي كانت أخبارنا الاقتصادية وانتظرونا في متابعات جديدة وأخبار اقتصادية جديدة خلال الساعات القادمة شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة